موسيقى السلام عليكم أسامة طبقي أحد ساكنة شارع برايم رودانيز رقاة سعود بمدينة الجديدة يوم السبت قبل يومين تفاجعنا في الصباح الباكر باقي ناسين كان تفاجع أبو حد شخص جاء يدق علينا يقول لنا بأنه بغين نسدوا لكم الماء حيث كانوا حد المشكيل عند جيرانكم قلنا لي ماشي ممشكيل احنا باقي قالبنا الناس باقي ما عارفين لاشنو كيين في الدنيا مني كان فيقوا الصباح كان نزلو كان لقاء والماء كانتش بدلت تدل الماء بيدون سابقين دار بلما تشي واحد ما علمنا بلما تشي واحد ما قال لنا شي حاجة سافي كان حاولوا كان عيطوا لمصلحة الزبنة اللي كان تابع الوكال لمستغلته زي الماء والكهرباء جديدة كان خبروهم بالموضوع كان قولوا بأنه بلارة جاء وغيروا لنا العداد وخلوا الماء ديز منه كينو حد خلوا حد الفويت قال لك واخر غادي نصفتوليكم الناس اللي التقنيين اللي مكلفين بمراقبة جاءوا فعلا جاءوا بالسيارة عاد المرة جاءوا بالسيارة تابع الوكال لأن السيارة اللي جاءت بدلت عدد جاءوا ناس عاديين ما عرفنا ما 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 جاءوا الناس لأنه كان فويت عندكم في الدار قالوا لي ما بدلتوا العدد ما كانت العدد ونفس الشيء عددت لنا ما بدلوا لنا حناية فعلا قال لي صارح نحن نشاهد من أن محسوب محسوب صارح لا ما كان يصب جاءوا قلت لي كيفاش دبا تشوف لين الموشكي لاتش يسير شوف قاد وصلي تفرقها واش كنا غي سيارة وحدة اللي نخدمها اليوم جديدة كاملة قال لي اه الله احنا دبا ممثالي انش كادا سعفر كفت ونوبيلت وزيد قلت لي انا قبل يا ابب قلت لي دبا مثلا عطيت وميشال بصيد قلت لي دبا مثلا احنا عحيطنا على الوقاية المدنية قلنا ليهم وقال العافية شاء الله لا يسال الله قدر الله واش غادي نجيو عدنا احنا غادي نتشعلو غادي نتشعلو غادي نتشعلو غادي نتشعلو عافية وعايت جيكم امتيصال اخر من حد الدار اخرى تشعلو عافية غادي تخليو هادي وتمشيو الدار اخرى رخاصكم تات تساليو الخدمة ديالكم هادا تمشيو تشوفو شنو المشاكي الاخرى زادوا خلونا معطاونا تشي اهمية تشي حاجة صافي بقيناك نشوفو ان العدد كدور بحس سرعة كبيرة كدور كدور عودنا عياتنا اليوم قال لك احنا غادي نشوفو شنو الدير بقاوكي تسانتو كدور ذا ذاك الهاضرة بقاوكي تحاولو انو متعاربوا عطينا 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 النمغ والبوليس اللي كان في الورقة ديال ديال السخلاص ديال الواجبة ديال الماء عطينا ذاك الرقم قال لك عطينا النمغة ديال الهاتف ديالكم عطينا كل شيء توجهنا الاعلام كشبنا اذاك الشي اللي وقع لنا كشبنا كان عطينا هما يقول لك احنا غادي نشوفو هذه المشكه فعلا جاء فارق تقني اضل مرة عندهم طابلة ديال ومعندهم ذاك شي كامل جاء طريقة بسيطة سد ذاك كرزو مبقى ذاك الفويت مبقى شكي نقط مبقى عالو قلت لي واتشي كان يديروا ذاك السيد كبيرا بلا من وصلوا له شي كامل قل لي وراي الله بدار عنده عام دابا قل لي وخما شي مشكه قلت لي واذا كنتم تصور على اللي كنتم تصور العداد اللي يضمع كبيرا قلت لي ايه قل ينا احنا معد ندخل في هذا الشيرى العداد رو بقى جديد كذا قلت لي ودابا متلان قلت لي احنا يخطني احنا الي عدد الاخر لا نشوفوش حال فيه في الرقم قلت لي نشوفوش في وجهو ما sem智هو لا نشوفوش exclusion قلت لي انا ما نعلمنا Salvador ما نعلمنا ان شئ كاية ما نغيروا لنا العداد ما نعلمنا ان تشوي حاجة وما السنين على ورقك لا يجلبوا لنا شي دليل بأننا طالبناكم بشي تغيروا لنا العداد لا ندرنا أولا نحن قانونيين الحمد لله لا نريد أن نخرجوا من السكن باقي السكن جديدة التي تغيروا لنا العداد بالعكس غيرت و ليس مشكلة ولكن غير خبرونا نقيدوا ذلك الرقم من الأداد الذي كان يحييته حيث ذلك يبدأ أزيره ونعرفوا قدر جينا ونضعوا لنا ربعة المليون ونخلصوها لنعرفوا ما حل كان عندنا فهمت لذلك نطالبوا بحقنا نطالبوا بغينا نعرفوا العداد الذي كان يحل فيه حيث ذلك السياري دياله لا نعرفوا المشكلة أو العويس لا نعرفوا لذلك نحن بغينا الوكالة ترقي الخدمات دياله تكون في المساوى المطلوب تبقى غاية تدير الخدمات العشوائية بالعكس خاصة خاصة تصنط المواطن ما خاصة تنهى بجيوب الفقارة لأنه كان الناس بزيف ما عندهمش ما عندهمشوا كنتشوف هذه العدات الدباية كنتشوفوا مغادي بوحد صرعة كبيرة لذلك نشكر رجال إعلام لواقفين معنا في هذه المحنة وشكرا السلام عليكم شكرا لأشواق تيفي على هذه المتابعة معكم مصطفى جواد فعل جمع الحقوقي بمدينة الجديدة بصراحة اليوم صباحة اليوم السبت كتفاجئوا عدة مواطنين أمر تتعلق بالعداد الماء فقامت رارديج بتغيير العداد الماء بدون إخبار أو بدون إخبار مسبق للمواطنين فهذا كان يعني إحنا في بلد مؤسسات كان تتخذنا نتعامل مع مؤسسات ما نتعاملوش مع أشخاص لهذا نحنا نشوفه بأن رارديج خطات واحد قرار عشوائي إحنا ماشي في غاضة إحنا في مجال حضارة نعيشه خاص ديما يكونوا حتى التواصل بين المواطن والإدارة لا يعقل إن كان هاد المؤسسة جاءت بغا تبدل عدادات خاصة تشرح المواطنين وتوضح لأنه عداد الإلكتروني يعني كيدور بحصة صرعة فائقة وتواصلنا وقدمنا شكايات الجهات المعنيات تواصلنا بقسم شكايات ربما ما كانش توضيح هنا المواطنين ربما كيتساءلوا ما ما صار تغيير العداد لأن تتنع الداد لدو هذا كيبقى في ملكية المواطنين وغا يحقون لهم أنهم يجي شركة وهمية يعني حتى السيارة ما كتحمل حتى شي شعار أو شراق متابعة لهذه الواكرة فهنا القانون واضح وكاننا في دورة متقدمة أو في دورة يعني كان أمر برما ما غادش احنا العشوائية يعني عشواء في مدينة الجيدة في جميع في جميع الأجهزة فكلنا يعني كانت سائلوا إلى ما تستطر هذه العشوائية وإلى حين فالمواطن اليوم كيتفاجأ بتغيير العداد الناس كانوا نعسين كيفية الصباح ما كينقوش الماء تفاجأوا بوحد عدة تانية إنكتروني بدون إخبار بدون إعلام بدون تواصل مع هذ المواطنين ربما المواطن اليوم راه وصبح شكل يعني فاعل تنماوي بدون مواطنين ما تكون مؤسسة المواطن يعني راه كي حتى على أنه يقدم خدمات هذة وشكرا اشترك الآن في قناة أشواقاتي فين وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تيفي شريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة